السلام عليكم تنتما دائما تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله لي مقترحة عليكم واحد الغدال اللي هكذا لديد مشاهد ديروا إن شاء الله في عيد الأضحى ولا في الأيام العادية بطريقة تبيلة زمينة بزاف لتنديرها الكفتة أو اللحم مفروم كذلك تشكيل ديال هاد القطبان غادي جيكم ساهل بواحد طريقة اللي ساهلة رافقتوا مع واحد صلطات الليمون عيشة في هاد الجو الصيفي الحار كذلك واحد تحلية اللي صيبتها غير بالفلون أو حضرناها غير بالفلون نزلت لكم الوصفة ديالها في القناة مسبقا تدجي رائعة نخليكم على بركة الله مع الطريقة السهلة وما تنسوا تشتركوا في القناة لا تتزورها الأول مرة مع تفعيل الجرس ودائما لايكات ديالكم للتشجيع شكرا لكم هنا غادي نحتاج نصف كيلو ديال الكفتة خديد ديال البقر ممكن ديال غنم أو الغنبي هنا تنشكل واحد شوي ديال ملحة شوي ديال فلفل أحمر وشوي ديال كامون تنرفقه مع أي حاجة مشوية هنا خديت واحد البصلة متوسطة اللي مش لضاء واحد جوج دريسة ديال تومة اللي قطعت وعندي هنا شوي ديال قصبر ومعدنوس اللي غادي كذلك نقطعوه وهنا هذيك البصلة وما تشاليتها شوي معها هذي الكفتة في الفاخر غادي ناخد الكفتة غادي نبسطها بحل هاد الشكل وغادي ندير فوق منها البصلة متوسطة اللي مش لضاء ودوك جوج دريسة ديال تومة إلا ما كنتوش هتديروا التومة في الكفتة غير جربو تتبيلا بطريقة ديالي غدي تعجبكم إن شاء الله اللي عصرت في هذيك الآلة ديال التومة ولا قطعوها رقيق أو حكوها من الأفضل تحكوها أو تعصروها غدي نقطع القصبور ومعدنو تخديت تقريبا نفس الكيمية من كل حاجة شوية ديال معدنو شوية القصبور اللي غسلت وتسقطر جيدا أو تنشف وغدي نقطعوه شكل رقيق وغدي نضيفو لهذا الكفتة أو اللحم مفروم مهم تقريبا نحن نجمع القكبار هكذا اللي عامرين غدي نضيف معيلقة صغيرة ديال التحميرة اللي هي الفابريكا ونصف معيلقة صغيرة ديال الكامون ونصف معيلقة صغيرة ديال القصبور حبوب أو القصبور يابس ربع معيلقة عامر ديال فلفل أسود اللي هو البزار والملح حسب الضوق ووحد العصرات ديال الحامض تقريبا واحد لمعالقة صغيرة اللي عامره وشوي ديال زيت زيتون واحد لمعالقة كبيرة هكذا وغدي نخلط هاد الكفتة مزيان أو هاد اللحم مفروم معه العطرية والبصلة اللي درنا إلا عندكم الوقت هدي تخليوا هاد الكفتة في الثلاجة اغطب بلاستيك غدائي طرقة تتجيء أفضل واحد ساعة لأقل أو أكتر إلا ما عندكمش الوقت فغادي تتبلوها وغادي تطيبوها مباشرة هنا واحد طريقة شفتها على الانستجرام وعجباتني والتشاركتها معاكم هي الطريقة ديال تشكيل هاد الكفتة هادي في هاد البلاستيك بدل ما نبقى ناخد القطيب ونبقى ندير يدي في الماء ونبقى نشكله وفي الغالي بتي بدأت يتحلمات يتشكلش بسهولة فصراحة الطريقة عجباتني تنتمنى تتجربوها تناخد واحد الكيمية اللي لا بأسة به هاد الكفتة باش يجي هكذا القطيب عطي العين ومشبع وتنحط القطيب فص منه ما تنتعدبش هكذا في التشكيل وتنلوي البلاستيك عليه كيف ما درتو كيف ما لويتو راه تتشد ديالك الكفتة في داك القطيب بكل سهولة وتتزيرو شوية من الجوانب هكذا لتحتو الفوق يتتلوي بحال هاد الشكل صراحة طريقة عجباتني سهلة وعملية غير البلاستيك نطبيق الحال يكون اما بلاستيك غدائي اللي تنديرو او الفيلم قال لي مونتي غلتي يكون شوية هكذا ما ارقيقش بززاف غادي يساعدكم الى ما توفرش جيلوا بلاستيك لتنديروها هكذا فتلاجة نفس الطريقة غادي ناخد شوية ديال الكفتة وبنفس الطريقة غادي نشكل القطبان هكذا حتى نكمل الكيمية راتجي واحد كيمية تبارك الله اللي كتيرة فهاد نسكيلو ديال الكفتة ديما البركة ان شاء الله حاضراته نقوله بسم الله ودائما تتصل البركات ديالله على اي حاجة اللهم لك الحمد صافي كيف شفتوا معي تتشكل بكل سهولة صراحة غي جربوا الطريقة لان كين مازال مبتدئات اللي مازال ما يضبطوش هكذا تشكيل ديال القطبان فهدي افضل طريقة صراحة وسهلت عليها بزاف تشكيل ديالهم صابي بنفس الطريقة غادي نستمر بنسبة للبصلة ومعطي شافة الفاخر فاش صافي فاش وجد درتهم شوية هكذا ستفتهم ودرت عليهم واحد شوية ديال الخليط ديال الملحة والتحميرة والكامون وطابوهم اللولين عاد درت الكفتة بغيتوا الطيب والكفتة عاد ديرهم الفوق هكذا في شوية كيف تيديروا على برة لكم الاختيار المهم هو ترفقوا هاد المشويات هادو بخضر سواء مبخرة ولا مسلوقة ولا مشوية وممكن كذلك تاخدوا الدنجال رقيق هكذا تديروا شرائح رقاق كذلك الكوسة اللي هي القريعة الخضرح تيت تشوف الفاخر تيتجيزوينة بنسبة لهاد الشيوات راكم عارفينو هم وبزاف تنتنولوهم على برات هتكون بزاف ديال الخضر مشوية مع هاد المشويات ها فيه نساليت وغادي اخديت ديال الخضرات ها في اللي طيبت من بعد غادي ناخد هادو الفاخر طريقة تقليد ديالي زوينة بزاف ما تيغني عليها لكوكوت ولا شوي فقدرا ولا شوي فوق حجر ولا هادي يلي ستعجبني صراحة هو الفاخر بالنسبة لهالتحلية هدي راح اضرتها معاكم شفتوها من قبل غير بالفلو ديال الفراول اللي هو الفريز وكذلك بلا موس بالفريز ودرت واحد طبقة ديال البيسكويت فجت رائعة غادي نخليكم ان شاء الله الرابط اسفل في الفيديو شي حاجة كده سريعة ومنعيشة وبرضة وتقديم ديالها راقي ومكوناتها بسيطة ان شاء الله راح غدي تشوفوا الوصفة بالتفصيل في صندوق الوصف كذلك دوك سلطات اللي درت درت الجزر حكيتو ودرت معها البرتقال وواحد شوي ديال القرفة هما اللي قدمت مع هاد الغدا هذا وشوي ديال خاص مع الخيار اللي قطعت كذلك ودرته مع عصير برتقال وقطعت من الفوق في الاخر واحد شوي ديال بانان صافي الكفتة هات جيفتية وصراحة بنينا ما تشبعوش منها قدموها هكتة تكون ساخنة مع مطيشة والبصلة اللي كنت شويت من قبل كيف يمكن حتد شوي الكفتة عاد ديروها هكذا من الفوق ديال الكفتة وتشويوها بحيط انكم تحافظو على القطبان هكذا يبقى وطريين ما تدوزوش لهم طياب بزاف بالنسبة لتحليا فراها سهلة وتنتمنى هاد القطب راح يحجبكم وتجربوا تتبيل ديالي ديال الكفتة بسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة